انظر اولاد النقطة دي مهمة قوي وبتيجي ترفي الامتحان وبتلغبط طلبة كتير قوي وهي متطلبات العمل حر التخطيط والأداء نمسك اول حاجة معانا التخطيط لما نجي نتكلم على التخطيط تعالى نشوف بقى واحد تحديد السوق انا عايز ايه اعرفها ازاي في السؤال عشان ما تلغبطنيش السوق ده انا هفتح مشروع يبقى انا عايز مين يبقى مين العملاء بتوعي يبقى مين الجمهور بتاعي يبقى مين الناس او الافراد او الاشخاص اللي انا بتكلم معاهم او عايز اوصل لهم ادي رقم واحد يبدا تحديد السوق اهي تحديد الاولويات لازم يبقى عندي ترتيب للبنود لازم يبقى عندي بنود العميل عايز ايه لازم يبقى عندي مين الاهم والاقصر اهمية بالنسبة للعميل ما انا بحدد الاولويات بتاعتي لازم يبقى عندي ترتيب المهام لازم يبقى عندي قائمة بالافكار اللي انا هشتغل عليها خدوا بالكم الكلام ده هو اللي يخليك تحل مسائل التمويل ده قبل ما افتح المشروع لازم افكر كويس قوي هجيب فلوس المشروع منين ده ليسه ما فتحتش هل هعمل اقتراض من بنك مثلا يعني هعمل قرد ولا هعمل جمعية ولا هستلف ولا هبيع ده اسمه ايه بقى مسائل التمويل انا هجيب المبلغ ازاي طيب طاقم العمل انا هنا بتكلم على الفريق اللي هيشتغل معايا لازم معايا فريق لازم بتكلم عن ايه العمال واخد بالك هل العمال اللي انت عايزهم دول هل العمال زو خبرة ولا اول مرة بيشتغل ما دي نقطة مهم قوي طاقم العمل ده الفريق او الافراد اللي هيشتغلوا ايه معايا الفريق اللي هيشتغل ده عنده خبرة ولا ما عندوش طيب فتحت واشتغلت وعندي فريق وطاقم عمل التنظيم والادارة اللي هو قالها افلاطون قبل كده تقسيم العمل او فكرة التخصص كل واحد بيشتغل شغلانا معانا ادارة التمويل بقى ايه الفرق بين مسائل التمويل وادارة التمويل مسائل التمويل هجيب الفلوس بتاعت المشروع منين لا خلاص احنا جبناها وفتحنا المشروع وتوكلنا على الله ادارة التمويل بقى فكرة المحاسبة يعني ازاي اعرف المدخل المدخلات بتاعتي ها والمخرجات ازاي اعرف احاسب واعرف ازاي المكسب والخسارة ازاي ادير مبلغ من المال ايه الجزء اللي انا هدفعه والجزء اللي انا هأجله والجزء اللي هيبقى معايا عشان اعرف اماشي الشغل ده بالنسبة للتخطيط